يعطيكم العائفة طلاب الصف العاشر اليوم سوف نبدأ بالدرس الثاني من وحدة النجوم درس الأنظمة النجمية والكويكبات الآن لو سألنا حالنا سؤال كيف تبدو النجوم في السمام فأنا بلاحظ أنه عندما أطلع السمام بلاحظ أن النجوم عبارة عن نقاط صغيرة كثيرة مضيئة بسبب بعدها الهائل عن الأرض بشوفها كنقاط صغيرة ولكن هي أجسامها بتكون كبيرة جدا ونلاحظ اختلاف في لمعانها وسطوحها واذا معنا النظر في السماء رح نشاهد نجوم متفرقة وأخرى متجمعة فالنجوم في السماء توجد بأشكال متنوعة منها المنفردة مثل الشمس يعتبر الشمس نجم منفرد ومنها ما يكون في صورة مجموعات يرتبط بعضها البعض بقوة جاذبية يطلع عليها اسم الأنظمة النجمية مثل النجوم الثنائية والنجوم المتعددة النجوم الثنائية كالشكل الواضح أمامكم هون والنجوم المنفردة كنجم منفرد وما يعرف به الكوكب النجمية لم يكون لك الشكل زي هذا الشكل الظاهر أمامكم هذولا كاملة يسمونيها كوكب نجمية والعناقيد النجمية كالشكل الظاهر أمامكم غير أن بعض النجوم قد تبدو لنا كأنها منجذبة إلى بعضها البعض كما هو في الحال في المجموعات النجمية الآن الأنظمة النجمية بلاحظة من الشكل الآتي النجم المؤذر والسهة بلاحظة من أحد أنواع كوكبة الدب الأكبر وعن قود الثورية الأنظمة النجمية تنقسم إلى أقسام عدة منها النجوم الثنائية والنجوم المتعددة زي ما حكينا والأنظمة النجمية ترتبط يعني شو تعريفها ارتباط النجوم فيما بينها بقوة جذب تجعلها تدور حول بعضها وتسمى هذه النجوم بالأنظمة النجمية تتكون النجوم الثنائية من نجمين فقط يرتبطان بقوة تجاذب متبادل فيما بينها عشان هيك سموها ثنائية لأنها تتكون من نجمين فقط تجعل أحدهما يدور حول الآخر خلال حركتهما في الفضاء من الأمثلة بالشكل الواضح أمامكم نجم المؤذر والسهة الموجودان عند انحناء مقبض كوكبة الدب الأكبر في هذا الشكل لو أمعنت النظر في السماء راح تلاقي هذا الشكل هذا النجم بسمه النجم الثنائي الموجود عند انحناء كوكبة الدب الأكبر وقد يستخدم هذان النجمان في ممضة لفحص النظر فيهما يشاهدان بالعين المجردة بوصفهما مجموعة ثنائية لأن كل منهما قريب جدا من الآخر ومن الصعب التفريق بينهما فلو سألتك ليش كانوا يستخدموهم زمان النجوم الثنائية لفحص النظر أما النجوم المتعددة فمنها ما يتراوح عدد بين ثلاث نجوم وسبعة نجوم يعني أكثر من نجمين لأنه إذا كان نجمين بسميهن نجوم ثنائية أكثر من هيك بسميهن النجوم المتعددة يرتبط بعضها ببعض بقوة جاذب فتدور حول بعضها البعض أيضا ومنها ما يحوي على عدد كبيرا نسبيا بحيث تراوح عدد النجوم فيها من مئة نجم ومئات الألاف من النجوم وهي ترتبط بقوة رأسية هي قوة الجاذب ببعضها البعض مما يجعلك تتحرك بوصفها وحدة واحدة في اتجاه واحد فالعناقيد النجمية عبارة عن مجموعة أو مئات من النجوم التي ترتبط فيما بينها بقوة جاذب وتتحرك بوحدة واحدة في اتجاه واحد هذا ما يعرف بالعناقيد النجمية التي من أشهرها عنقود السورية الذي يمكن تميزه من عدد النجوم بالعين المجردة بلاحظ عدد النجوم الكبير جدا في عنقود الثورية لماذا سميت العناقيد النجمية بهذا الاسم؟ لأنها لها شكلا يشبه عنقود العنب وهي تنقسم إلى مجموعتين تبعا للمسافة التي تفصل بين نجومها العناقيد النجمية المفتوحة التي تفصل فيما بينها بمسافات كبيرة جدا فتبدو نجومها مبعثة غير متراصة والعناقيد النجمية المغلقة التي تكون فيها النجوم متراصة فتبدو كأنها كتلة مستديرة فأنا عندي نوعين من العناقيد النجمية العناقيد مفتوحة وعناقيد مغلقة المفتوحة معنات مسافات كبيرة جدا فيما بينها والعناقيد المغلقة مسافات قليلة فيما بينها الكوكبات الكوكبات وكوكبات البروج وفي ناس بحكولها الكويكبات تعرفت سابقا أن الكوكبات هي مجموعة هي عبارة عن مجموعة نجمية لا ترتفط نجومها بقوة جاذبية فيما بينها فتختلف الكوكبات عن الأنظمة النجمية بأنها ليس بينها قوة جاذب فيما بينها لذلك تسمى بالمجموعات النجمية الظاهرية التظهر بأشكال مختلفة نتيجة إنعكاس الأشعة الواصلة بها إلى الأرض وقد أطلق عليه القدماء من الأغريق والمصريين أسماء محددة كما تخيلوه إلى أسماء شخصيات أسطرية أو حيوانات أو أشكال هندسية فبلاحظ في الشكل الواضح أمامكم هذا سموه لي بالدب الأكبر كوكبات الدب الأكبر مثلوا لي كشكل الدب الواضح أمامكم قسم الاتحاد الدولي الفلكي السماء إلى 88 كوكب نجمية فقط منها 48 كوكب قديمة و40 كوكب نجمية جديدة عشان يوحد الأشكال الكوكبات النجمية وعددها بناء على ذلك أصبح كل جر سماوي موجود في السماء من النجوم والمجرات والسديم الكوني تابعا لكوكب من أحد الكوكبات الثمانية وثمانية أما أشهر الكوكبات النجمية فتلك التي ارتبط اسمها بدائرة البروج الواضح في الشكل أمامكم في منهم الميزان العذراء الأسد السرطان العقرب القوس الجدي الدلو والحوت والحمل والثر والجوزاء وهي دائرة تصنحها الشمس في أثناء حركتها الظاهرية حول الأرض تقطع الشمس عددا من الكوكبات في أثناء مسارها الظاهر للأرض لذا أطلق على هذه الكوكبات باسم البروج التي تعرف بالأبراج الفلكية التي يبلغ عددها 13 كوكب تشاهد على مدار العام النجوم في حياتنا خلق الله تعالى النجوم وأبدع في صنعها وقد حدد الله سبحانه وتعالى مواقع النجوم فظهرت في صورة مجموعات يهتدي بها الإنسان في ظلمة الحالكة في الليل قال تعالى وهو الذي جعل لكم النجوم التي تهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون فعن طريق معرفة كوكبة الدب الأكبر يمكن تهديد النجم القطبي النجم القطبي لوين بدلني لجهة الشمال وقد استخدم القدماء الكوكبات النجمية في معرفة أيضا الفصول الأربعة في المناطق التي تتعاقب عليها الفصول إذ أن موقع الكوكبات النجمية تغير في أثناء الحركة الظاهرية للشمس فتظهر كوكبات نجمية وتختفي أخرى وعن طريق معرفة الفصول الأربعة حدد القدماء وقت الزراعة فالله تعالى لم يخلق النجوم لمعرفة أقدار البشر عن طريقها فأقدار البشر اللي هو بيجيب أقول لك أنت عن طريق برجك باعرف أنت اليوم شو بدك تسوي أو شو بتعمل هذا الإشي حرام فربنا تعالى خلق النجوم لمعرفة الفصول الأربعة تحديد موقيت الزراعة وأيضا للاهتداء ومعرفة الطريق في ظلمة الليل وليس لمعرفة أقدار البشر فالله وعده يعلم الغيب قل لا يعلم من في السماوات الأرض الغيبة إلا الله وما يشعرون أيانا يبعثون فالإيمان بالأبراج وتوقع ما سيحدث مستقبلا هو من معتقدات غير الصحيحة والخاطئة وحرام الإنسان يقرأ الأبراج ويتعلق في الإشي المكتوب فيه أنه إذا أنا قريت اليوم هيك رح يصير لي عن جد رح يصير لي هيك لأنه ما في حدا بيعرف شو بده يصير له غير الله سبحانه وتعالى لذا يجب التفريق بين التنجيم الذي يعتمد على التخمين وعلم الفلك الذي يقوم على حقائق العلمية فلو سألتك شو الفرق بين التنجيم وعلم الفلك علم الفلك بيقودنا على حقائق علمية ثابتة موجودة بينما التنجيم واحد بتوقع شو بده يصير وما حدا بقدر يعلم الغيب سواره هيك بنكون أنهينا الدرس مرادعة الدرس بيكون واجب عليكم بتحلوه وبترسلوه ويعطيكو العافية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر